تقلي فيها الإرهاب سوف ندهمهم وبإذن الله في الأيام القادمة بتسمعوا أبيان بتنعم بالأمن والاستقرار في كل المحافظة من شرقها لغربها في الثاني والعشرين من شهر أغسطس من العام الماضي الفين واثنين وعشرين صدر القرار من أعلى المستويات العسكرية والسياسية الجنوبية ببدء المرحلة الأولى من عملية سهام الشرق في محافظة أبيان والتي أطاحت بوجود تنظيم القاعدة الإرهابي في المناطق الأسطى وأسقطت أكبر معسكرات التنظيم في البلاد واستطاعت القوات الجنوبية تأمين مديريات عدة وترد تلك العناصر إلى مبعد شبوى والبيضاء لم ينتهي عمل القوات الجنوبية ضد الإرهاب فبعد أن نجحت المرحلة الأولى من سهام الشرق في تطهير مساحات واسعة من المحافظة وخاصة المناطق الوسطى أعلنت القوات الجنوبية عن بدء المرحلة الثانية من عملية سهام الشرق في مطلع شهر يناير من عام الفين وثلاثة وعشرين وعلنت تشكيل قوات دعم وإسناد من خمس ألوية خاصة بمحافظة أبيان لاستكمال تطهيرها وتأمينها من خطر الجماعات الإرهابية التي زادت من وطيرة التفجيرات الإرهابية والألغام الأرضية وكانت بمثابة الورق الأخيرة لديها بعد الخسارات المتتالية أمام القوات الجنوبية في هذه المناسبة وجه المتحدث الرسمي للقوات المسلحة الجنوبية المقدم محمد النقيب التحية إلى أبطال القوات المسلحة الجنوبية المشاركين في عملية سهام الشرق واستذكر هنا الشهداء الذين ارتقوا في ساحات المعارك وكان آخرهم قائد الحزام الأمني في أبيان الشهيد العميد عبداللطيف السيد ورفاقه بدوره أكد العميد مختار النوبي قائد محور أبيان قائد اللواء الخامس دعم أسناد بأن عملية سهام الشرق تمر بمرحلتها الرابعة مع مرور عام كامل على انطلاقتها حيث حققت انتصارات متتالية وانتقلت بعملياتها من منطقة إلى أخرى لتكلل تلك العمليات بتطهير العديد من وديان وجبال عمران والخيال والحجلة وجنان ورفض من معسكرات تنظيم القاعدة الارهابي أما بشأن عملية سيوف الشهيد حوص قال النوبي أنها تأتي استكمالا لعملية سهام الشرق وواصلت التقدم صوب الجبال والمواقع وتأمين الأودية المحاذية لمحافظة الشبوى والبيضاء مشهرا إلى أن المعركة مع الارهاب مصيرية ولن تحط العملية أوزارها إلا بعد اجتثاثه من محافظة أبيان والجنوب بشكل عام القوات الجنوبية بقيت على العهد وتعمل ليلة نهار في محاربة الارهاب في المحافظات الجنوبية ومازالت تحقق الإنجازات عاما تلو الآخر ولا طالما كان الفضل في ذلك إلى الدعم الذي تقدمه دولة الإمارات الشقيقة لشعب الجنوب في كافة مجالات الحياة وخاصة على صعيد مكافحة الإرهاب ترجمة نانسي قنقر